السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة مباركة على الجميع اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 26 الثاني اكتوبر من شهر عشرة طبعا القمر اليوم استقر في برج السرطان ورح يظل القمر موجود في برج السرطان لغاية الساعة 11 و23 دقيقة من مساء يوم الغد السب لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد القمر الآن موجود في منزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 11 و25 دقيقة من بعد ظهر اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الطرف وهي منزلة للمضرة والمشاكل بما ان القمر موجود في برج السرطان معناته اليوم قوة العاطفة هي اللي بتكون مؤثر علينا العاطفة والحساسية والشاعرية والأمور هاي فعشان هيك بنشعر بقوة مشاعرنا وعواطفنا وحساسيتنا الزائدة اللي حتى لو من أشياء بسيطة ممكن إنها تكون واضحة من حاول خلال هذا اليوم خلق جو من الأمان إلنا ولا أنفسنا لا أحبانا لا أطفالنا لا عائلتنا ومن ميل للقيام بأشياء يعني بتجعلنا سعداء خصوصا الأمور العائلية من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات منا أشخاص ممكن يتذكروا أمور قديمة يعني يبكوا ويحزنوا يعني تأثر على نفسيتهم وحساسيتهم برضو إحنا بهاي الفترة بحاجة للمزيد من الاهتمام لأمور بتتعلق بأكلنا وشربنا ومراقبتهم لأنه بالفترة هاي شهيتنا بتكون مفتوحة على الآخر ما شاء الله فبصير في عنا رغبة كبيرة لطعام وتجربة طعام جديد طبعا بخلال هاي الفترة يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأنه بالفترة هاي حساسية الناس بتكون بأوجها وفي ذروتها فهذا الإشي بخليهم يعني يزعلوا من أدفه الأمور فعشان هيك ما في داعي للانتقادات بإمكاننا خلال هاي الفترة الاهتمام بأمور إلها علاقة بالعقارات زي شراء أو استئجار أو بيع عقار أو إلى المزيد من الاهتمام أو نعطي المزيد من الاهتمام لأطفالنا لعائلتنا وقضى وقت ممتع بالمنزل أو مع العائلة بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية بطيئة زاوية التثليث إيجابية طبعا اليوم رح تبدأ تأثيراتها هاي الزاوية رح تكون ما بين المريخ وما بين زحل طبعا تأثيراتها من اليوم 16 ورح تستمر لغاية يوم 20 عشرة دروتها يوم 13 عشرة في تمام الساعة 12 و28 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج هاي الزاوية بتمنحنا وضوح كبير في أمورنا وبتسمح لنا بالتغلب على العقبات واللي منعاني منها وبنتجاوزها وإن كانت هاي العقبات لها علاقة بأعمالنا بمشاريعنا وبرضو بتدل على نشاط ومردودية أكبر في مجال الصناعات الثقيلة ومؤسسات الدولة وازدياد المنتوج الفلاحي واستخراج المعادن واستقرار في البورصة وبرضو بتشهد البلاد استقرار أمني أكبر بفضل نشاط الأمني الوطني أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة وحدة و47 دقيقة بعد الظهر بتخلق لدينا هاي الزاوية حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار وهذا الشيء بينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين ومتشائمين ومتقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تسديس إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري وهاي تقريبا رح تكون ذروتها الساعة ثلاثة و29 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية برضو بتمنحنا العطف والمودة ومنحظة بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المخاطي المبيض الرحم المهبل الثادي غشاء الجنب اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة وغشاء الصفاق اللي هو الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيبطن جدار البطن الداخلي وبيغطي الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللي ينفاوي وعدم الصدر هدول الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية طبعا ما بنصح بإجراء العمليات الجراحية لهاي الأعضاء إلا إذا كانت اضطرارية أما باقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة للعمليات الجراحية بالنسبة لهذا اليوم بالنسبة لعمليات التجميل طبعا مناسب لعمليات الحقن تنظيف البشرة الليزر إزالة الشعر الزائد ولكن الجراحة شوي لأنه اليوم تربيع القمر فما بنصح فيه بشكل كبير إلا إذا كان اضطراري يعني نسبة الفشل مش كبيرة ولكن هي نوع من أخذ بالأسباب أما بالنسبة لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنى فما في أي مشكلة ولكن قص الشعر العلاجي فهذا وقت لا يصلح للقص العلاجي أما قص الشعر التجميلي ما في أي مشكلة بالنسبة للقمر بما إنه موجود في برج السرطان خلو المسار القادم زي ما حكينا رح يكون يوم السبت اللي هو يوم الغد بيبدأ الساعة 7 و11 دقيقة مساء وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و23 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المربع الأخير عمره 22 يوم في تمام الساعة 8 و37 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بيصير عمره 23 يوم نسبة الإضاءة 47% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 منتحس الآن بنسبة 10% في ساعات المساء بتصير سعيدة بنسبة 30% القمر في السرطان حتى يوم 17 سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 30% في ساعات المساء بيصير سعيد بنسبة 45% عطارد في الميزان حتى يوم 22 منتحس بنسبة 10% اليوم الزهرة في الأسد حتى يوم 19 منتحس بنسبة 25% المريخ في الميزان حتى يوم 12 سعيد بنسبة 45% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 50% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 14 منتحس بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 6 12 منتحس بنسبة 15% وابلوتو في الجدي بيتراجح حتى يوم 11 10 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم التركيز رح يكون على البيت وعلى العائلة فعشان هيك بتنهمكم بامور الهاصلة بالبيت والعائلة من تصليحات وترتيبات ومناسبات ولكن بتكونوا تحاولوا انكم ما تفرضوا وجهة نظركم على افراد العائلة لانه الحساسية زي ما حكينا مرتفعة موسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم ولكن بتكونوا تحذروا من المصاريف او التصرفات لانه هدول اتنين رح يكون مسيطرات التصرفات العدائية والمصاريف اللي ما الها اي داعي حاولوا انكم ما تخالفوا القوانين والارشادات ممكن تعانوا من الارهاق النفسي او ممكن تسمع عتاب او لوم بسبب اهمالك او كلام جارح برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا القمر استقر في البيت الثالث بيت التنقلات والاتصالات والسفريات فبتنشطوا اليوم بالسفر والاتصالات بنشاط عالي جدا يعني بكون في حيوية وطاقة عالية جدا عندكم اليوم اهم شيء تكونوا اكثر صبرا على الطرقات انتبهوا اثناء تنقلاتكم وقيادتكم للسيارة يعتبر هذا اليوم مناسب لا اجتياز امتحان او مقابل او ترويج لسلعة ما عبر عن رأيك ولكن بهدوء ودون اثارة العدوات والتحفظات والانتقادات برضو وما تترك مجال للغموض باستطاعتك مناقشة جميع المواضيع بثقة ومهارة وما رح تهدأ وتيرتك اليوم من كثرة الالتزامات برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم القمر موجود في البيت الثاني اللي له علاقة في المكاسب المالية فعشان هيك اليوم بيفتح لكم فرصة لمكسب مالي وعادة دائما المكاسب في هاي المرحلة تيجي من عمل اضافي او مستردات هبات دعم يعني فيه اشخاص ممكن يسترد مال بيعود له او يحصل على هدية ام مش انه تخففه من النفقات ممكن تناقش موضوع تمويل او قرض او ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها بتفرح اليوم لسبب دعم ما وبرضو بتنفتح امامك ابواب للحوار والنقاش البناء حاول انك تبرر مواقفك بوضوح من اي سوء تفاهم بدون اي سوء تفاهم لانه مش متحمل الامور برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم انتو مشحونون بالنشاط والحيوية وعندكو قدرة على انجاز الكثير من مشاغلكم اهم مش انه ما تترددوا في فرض وجهة نظركم ولكن مش بما يكونش الحق معك وتروح تفرض وجهة نظرك لا يعني الاشياء اللي انت متأكد انه الحق معك او هي لصالحك اتخذ القرار فيها بترتفع المعنويات والاجواء مواعد اليوم بحسم ايجابي او انطلاقة او خبر او صفحة جديدة بتحمل هاي الفترة تقدم واخبار جديدة وبتقدم لك نشاط على مستوى حياتك اليومية ويعتبر هذا اليوم من اجمل ايام الشهر اذا استغلته بشكل جيد برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد طبعا القمر موجود في بيت المتاعب لغاية مساء يوم الغد فعشان هيك اليوم بتشعروا انه التعب مسيطر عليكم بشكل كبير حاولوا انكو تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل العاجل وبشكل روتيني وحاولوا انكو تاخدوا قصط من الراحة من حين لاخر ممكن تكون اليوم الظروف مخيبة للامال وربما تحمل بعض الخسائر او الفشل او شعور بالتعب فحاول قدر الامكان انك تنتبه لصحتك ولطاقتك بشكل جيد فعشان هيك حاول قدر الامكان اليوم ما تتخذ قرارات حاسمة وابعد عن المشاكل والمواجهات قدر الامكان واجل قراراتك ليوم السبت بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء منكم اشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة او يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة او لقاء اصدقاء او يعني مناسبة معينة ولكن بتكون تتجنبوا انتقاد اي شخص بناسبك اليوم العمل من ضمن مجموعة من الزملاء او الاهل او الاصدقاء وانتوا بحاجة للتحالف ممكن تفرحوا تفاهم الاخرين للكم او تحصلوا على التأييد او تشاركوا في ورشة عمل الاهم انه حاول انك تنجز كل اعمالك الضرورية والمهمة وما تأجلها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم اليوم على عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم اثبات جدارتكم والدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل اهم شي انك يعني ممكن تشعر هيك وكأنه محيطك المهني او الاجتماعي ما بيتعاطف معك ولا بيتعاون معك حاول قدر الامكان انك ما تدخل بأي مواجهات على مستوى رؤسائك بالعمل وما تقصر بعملك او تتغيب عنه حاول انه برضو اليوم ما تخالف القوانين وما تشوه سمعتك لانه الامور مش لصالحك بالعكس فيه اشياء ايجابية ممكن ترقية او ترفيع او تكريم اذا انتبهت برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا التركيز اليوم رح يكون على اي شيء خارج البلاد فممكن اليوم تهتموا بالموضوع العلاقة باوراق سفر او معاملات سفر او مع اشخاص مقيمين خارج البلاد او اتصالات بعيدة برضو اليوم مناسب للامتحانات والمناقشات والحوارات الدراسية والتعليمية كونوا اكثر صبرا بس على طرقات اثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة ممكن تعيشوا اجمل اللحظات واكثرها حظا اذا ركزتوا بشكل جيد بتختفي المنافسات والعدوات وهي الشغلة بتسهل عليك جميع تحركاتك اهم اشي انه ما تقف ساكن اليوم وما تنتظر الفرص تجيك انت بدك تتحرك لا الها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنهم كل يوم في ضبط شونكم المالية المشتركة اي اي مال مشترك بنك ضريبة تهمين ولكن رغم النفقات الا انه اليوم في فرصة لمكسب مصدر شراكة او تعويض اتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الاوضاع ولا اعادة بعض الامور لنصابها حاذر مخالفة القوانين والتعليمات حاول انك ما ترفض اي مساعدة من قبل الاخرين ممكن نتعالج اليوم موضوع مالي او اداري كانم ارقك في الايام الماضية بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بينصب اهتمامكم اليوم حول موضوع الشراكة القمر موجود مقابلكم في بيت الشراكة المالية والعاطفية بتقدروا اليوم تبحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركائكم سواء بالعمل او العاطفة ولكن دائما بنحكي القمر لما بيكون مقابلك طاقتك بتكون ضعيفة فعشان هيك بتكون فترة متوترة فممكن يعني تتورط في ازمة ما او تضطر للابطاء بمسار بعض الامور او الخطوات او تغير نمط معين اهم شي انك ما توجه اي انتقاد لاي شخص ابعد عن المشاحنات والمشاكل قدر الامكان برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم تدريجيا اليوم لانه الخمر في البيت السادس يعني التركيز رح يكون على العمل وعالصحة فعشان هيك حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون اهمال صحتكم وحاولوا انكم ما تدخلوا في اي مواجهة مع زملائكم بالعمل وحاذروا من التراجع الصحي يعني اذا شعرتوا بشيء غير اعتيادي راجعوا الطبيب وغيروا اولوياتكم اذا دعت الحاجة ما تعندوا اذا في مسألة تعركست مش تعاند انك بدك تمشيها لا غير الطريقة عشان تقدر تمشيها وباكر لعملك تفادي لأي تأخير في العمال لانه من المحتمل انك تعمل وقت اضافي برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا القمر موجود في البيت الخامس فعشان هيك التركيز كله رح يكون على اليوم على الحب على احبائكم على ابنائكم فبتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم برضو اليوم بيقدم لك فرصة مناسبة للمصالحة للتسوية للتعارف للارتباط للمغازلة للغراميات بانواعها ممارسة هواية تجميل الاهتمام بالنفس يعني نشاطاتك متنوعة وثقتك بنفسك عالية وقدرتك على استعاب الامور ايضا ممتازة جدا وممكن اليوم يحملك فرحة او يحملك خبر ما هيك شوي يكون مفاجئ بالنسبة لا اليك هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد ان کے بعد من توقعを اشهد ان انzię اشهد ان انتظر اكبر ترجمة نانسي قنقر